احنا بقالنا فترة انا واحد من الناس شفت وسمعت شفت ايه بقى شفت ناس بتكتب شوية حاجات وسمعت بقالي قد ايه اقولك يجي تلاتة شهر كده تقريبا ولا شهرين ويزيد قليلا ايه الحق المواني المصرية هتتباع دخلت في كم مناقشات على مسألة المواني المصرية هتتباع غير طبيعي غير طبيعي مع طبقات مختلفة ومستويات تعليم مختلفة ومستويات ثقافية مختلفة ومعدلات وعي افترض انها شديدة رقية يعني وعي عالي راقي جدا بل انه بعض المناقشات كانت تحدث احيانا مع من يطلق عليهم ما بين قصين من النخب المصري ناس فهمانا ناس عقلها مليان ولكن بيتناقشوا في مسألة انه اصل المواني هتتباع طيب انا هسألك سؤال احنا نبيع المواني ليه يعني انت اقولي كده اقولك ايه 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 اصل دلوقتي فيه ازمة اقتصادية فالدولة هتبيع المواني وتاخد الفلوس تقرين اخويا اللي كان بيحكيلي مش اخويا انا يعني اخونا المواطن اللي كان بيحكيلي يقولي مش لو كانوا وزعوا الستة تريليون ولا السبعة تريليون على الشعب وعدنا عملنا الحسبة هنا يعني كل فرض ياخد له ستة وستين ونص يقول سبعة وستين الف جنيه اقول له طب انتو الاربع يقول له هنشتري شقة فقوتو طب ما تسألنش بعد كده على ايه خدمات مش انت خدت نصيبك هيو كأنها مغارت علي بابا فكير حدو ده دي كنا بنولها من كم يوم يعني طيب بس ألا ابعد من كده مفيش حاجة اسمها اصلاحنا هنبيع المواني فهناخد الفلوس فالفلوس دي هنحل بيها ازمتنا الاقتصادية بصوا يا جماعة مصر زمان كانت بتدار في بعض العهود البائدة بطريقة سيئة بالطريقة بتاعت بيع 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 خد الفلوس بقى واشتري بيها شوية زيت على شوية سكر على شوية شاي على شوية قمحة على شوية اكل وحاجات زي كده وخلي الناس تبقى ايه قاعدة حاسة انها مبسوطة حاسة انها مبسوطة او بالأدق متصورة ان الدنيا حلوة ده اللي كان بيجرى للأسف عشان بس تبقى فاهم يعني ده اللي كان بيجرى في عهود بائدة الله لا يرجعها مبدئيا مصر ما بتعملش كده دلوقتي خالص بالكلية ولا تقترب من ذلك في اقل قدر حتى من الدنو خالص اللي بيجرى مصر بتستثمر في اصولها تاني مصر بتستثمر في اصولها مش بتبيع يعني لو انا عندي عمارة حلو؟ طيب هفترض ان العمارة دي انا بخدها لك بس بالراحة كده العمارة دي هنفترض ان عمرها عشرين سنة محدش سكنها ماشي؟ فما حدش سكنها بس انا صاحب العمارة العمارة دي محتاجة بقى شوية صيانة ده ان لازم اغير المواسير وازبط الكهرباء وازبط الواجهات الخارجية وازبط العمارة دي من جوة وما ادخلها واشوف الاسانسير لازمه ايه او اجيب اسانسير جديد او اعمل كذا او اعمل كذا واخلي العمارة دي بقى ايه؟ حاجة بتبرق هعمل ايه؟ هتجي تقولي هات بيعها هقولك لأ طب وبيعها ليه؟ هات الشقق دي وتعالى نطرحها مثلا والله الحاجات دي نعملها ايجار جديد سكني والجزء ده نعمله تجاري والجزء ده نعمله اداري كده انا عملت ايه؟ استثمرت في الاصول بتاعتي ملكي طيب ايه اللي بيتم تدوله دلوقتي؟ بكسافة بقى في بلد للأسف الشديد يعني تتعرض لموجة من الشائعات تقدر خد بالك بقى من الرقم تقدر بتلاتة وخمسين الف شائعة شهريا